البنك الدولي البنك الدولي زي ما حضراتكم عارفين كان بيعمل مراجعة نصف المدة أو منتصف المدة الأكبر في إيه بقى؟ في مشروع لإدارة المخالفات الصلبة في الشرق الأوسط بعثة البنك خلصت العمل بتاع ده كان بحضور بقى محافظ القاهرة ومحافظ الجيزة ومحافظ الأليوبي أي محافظي القاهرة الكبرى الوزارات المعنية وزارة البيئة أوزة التعاون الدولي وزارة التنمية المحلية وكانوا بيترأسوا الجلسة الختامية لمراجعة منتصف المدة لمشروع اسمه إيه؟ إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى هيبدو ليك أن الموضوع صعب أنا مش بشوفه صعب يبدو ليك الموضوع وكأنه طرف أنا مش بشوفه طرف أول موضوع هوش صعب أن احنا نقدر نشتغل على ده خصوة أن احنا عندنا هذه الإرادة هل هذا الموضوع طرف لم يعد طرفا على الإطلاق؟ مش بس هقولك يا دي صحتي وصحتك لكن احنا بنتكلم على اتجاه عالمي اتجاه دولي خليني أخذ معايا على التليفون الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أهلا بيك يا دكتور أهلا وسهلا أستاذ يوسف تبقى الخير على حضرتك وعلى أهلنا في محافظات مصر وخلينا ضم صوت صوت حضرتك بالتهنئة لمصر كلها مثلا في نادي زمالك وجماهيره من أهلاوي يعني أصيل وخلينا أقول لحضرتك طبعا طبعا يا فندن طبعا وخلينا أقول لحضرتك يعني النهاردة يعني الدولة المصرية كلها فرحانة النهاردة الصبحنا كنا فرحانين طبعا إحنا على مدار أربع سنين مع مشروع البنك الدولي يعني وشرفت أن أنا أكون موجود مع زملائي في وزارة التنمية المحلية في الوزارات المعنية البيئة والتخطيط والتعاون الدولي في بداية هذا المشروع لما كانت فكرة والنهاردة أصبحنا بنتابع تقرير نصف المدة ومن شهرين ونصف كنا بنحط حجر الأساس النهاردة كمان بعد ما اشتغل المشروع بنتكلم على ست مكونات رئيسة فاندم من الأهمية بمكان أن هذا المشروع سيبقى أكبر من أكبر المجمعات اللي ستبقى متكاملة لتدوير المخلفات سواء على مستوى الدولة المصرية أو على مستوى أفريقيا ومن الحاجات المنافسة جدا ده ليه لإصحح تحقيق إصحح بيئي وخفض من انبعاثات الحرارية لما النهاردة بنتكلم ست مكونات علشان مش فقط مدينة متكاملة لإقدارة المخلفات سواء تنت البلدية الصلبة أو بنتكلم مخلفات إلكترونية أو طبية أو مخلفات الهدم والبناء أو غيرها لا كمان إحنا المكون الأولاني هم إحنا عندنا ست مكونات تحديث نظام دعم اتخاذ القرار بشأن نوعية الهواء طب إزاي؟ الكلام ده بيتم من خلال رصد ديناميكي مش رصد استاتيجي رصد ديناميكي من خلال أجلسة رصد موجودة بترصد لنا على مستوى المحافظات القاهرة الكبرى بكل الأحياء بتاعتها القاهرة وجيزة والقليوبية وبالتالي النهاردة ببقى عارف التلوث فيه وبالتالي أبرصده هنا فكرة لإدارة الأزمة بمنظور شامل قائم على نظام معلومات متكامل نيجي على المكون التاني والمكون الرئيس والبادجت كلها بتاعت المشروع حوالي 200 مليون المكون الأولين 17.5 مليون دولار المكون التاني 126 مليون دولار ده علشان المدينة المتكاملة لإدارة المخلفات وهتكون إن شاء الله بالفعل في العشر من رمضان بتخدم على المحافظات التلاتة ويكون كمان معنا بالإضافة إلى هذا وهذا وزارة الإسكان لها برضو مساحة في هذا المخطط العملاق وبالتالي الجميع بيستفيد من هذا الأمر المكون التالي التخفيض إمبعاثات المركبات المتحركة وده على مستوى القاهرة الكبرى وعندنا هيئة النقل العام في القاهرة الكبرى واللي بتخدم على القاهرة وجهزة والقليوبية الأحياء بتاعتها وبالتالي إحنا هنا نكون نحطين مواصفة للمركبات اللي إحنا بناستخدمها خاصة المركبات اللي بتعتمد على الطاقة الكهربية وبالتالي إحنا بتدينا فيه فيه ده بدءا من القاهرة والأسكندرية النهاردة بنعمم ده وشارم الشيخ طبعا في الكوب 27 النهاردة بنعمم ده إن شاء الله بيكون معنا ميت أوتوبيس لكن المواصفات الفنية اللي نقدر يبقى عندي مواصفة أقدر أجيب بيها مواصفة بتاعتنا إحنا نقدر نجيب بيها المركبات تتلاثب مع الأجواء بتاعتنا مع الطرق بتاعتنا ومع البيئة بتاعتنا وتدريب الكوادر البشرية لإدارة منظومة نقل زكية يعني يبقى عندي كده في الهيئة المنظومة اللوجستية متكاملة وغرفة عمليات لإدارة المركبات على مستوى القاهرة الكبرى ومحافظاتها الثلاثة يجي المكون الرابع لازم يكون عندي النهاردة اشراك المعنين كل المعنين بالأرض سواء على مستوى الوزارات المعنية أو المحافظات كذلك القطاع الخاص كذلك المجتمع المدني اللي الموجودين عندنا وأهلنا العاملين في إدارة المخلفات من القطاع الخاص ومن الشركات الصغيرة والمتناهة في الصغر وخلينا أطلع من الحتة دي بسرعة أقول لحظاك النهاردة كان برضو عندنا احتفالية تتشيند وتوزيع كرنيهات لسبعمية من العاملين بمنظومة الجمع والعمليات الجمع السكني ونظفة الشوارع والمدين والمحاول النهاردة خدوا أيدي إنه هو عامل بيعمل في إدارة المخلفات سواء كنت مكلم على مستوى الجمع أو مستوى النقل أو على مستوى العمليات التدمير أو عمليات الدفن الصحي الآمن أجل المكون الخامس إدارة المشروع ورصد والتقييم المستمر علشان من خلال مؤشرات أداء الكل يتضرب عليها والكل يستخدمها بالتالي معايا مانوال أنا براجع به ثم المكون السادس طبعا وده اللي أضيف إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الطبية وده بيخدم برضو على حيكون موجود إن شاء الله في العاشر كده يبقى عندي منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بأنواحها المختلفة ليس البلدية الصلبة بس ولكن كل أنواع المخلفات الهدف منها يا فندم ده في حد ذاته يعني إن إحنا بنتكلم على مشروع عملاق بكل ما التحميل والكلمة من معنى مشروع ضخم جدا لإدارة المخلفات وفي ناس وقت إحنا هنا بنتكلم عن إدارة وتدوير إلى آخره وبالتالي إحنا هنا بنتكلم على تكنولوجيا وبنتكلم كمان على فرص عمل أيضا في نفس ذات المجال أنا بشكرك جدا دكتور خالد آسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية